الجزئة الاولى عندي بيقول لي match the words with the pictures. وصلي الكلمات بالصور. طبعا ده سؤال عادي خالص من التاعس انا اقول ابتدائي. اما قول bananas هروح عندي bananas واكتب one. الناس تتابع بس تتابع بس ووقف اللي صوت عندك. number two اما قولي chicken هاجي عن زورة chicken واكتب number two. grapes عندي زورة grapes واكتب number three. mango هنكتب هنا number four. milk بنكتب هنا number five. ده بالنسبة للسؤال الاول اللي هو الماتش. عندي سؤال لتشوز. بقول I like sugar. قلنا طبعا هنا هوت من الكلمات اللي كانت عندي في الواحدة الاولى. اسمها sugar cane. sugar cane. اصر السكر. number two. I eat vegetables. exercise. قلنا الرابط اللي ممكن استخدمه هنا هو and. I eat. كزا. and exercise. انا باكل فضار وبتضرب. and. number three. I want to play football. I hurt my leg. اتفقنا طبعا وجود الكومة عندي. ووجود جملة وعكسها. فانا باستخدم الرابط اللي اسمه but. ولكن. I think we chicken in Egypt. قلنا طبعا من اول ما بدأنا. سنة ربعة. عندي فعلين مهمين جدا. عندي فعلين مهمين جدا. هيقبلوني في اي امتحان. هيقبلوني في اي امتحان. منهم الجملة اللي قدامي. I think we nukat chicken in Egypt اسمها raise. raise chicken. raise chicken. raise chicken. بالربي فراخ. raise chicken. كان في جملة تانية زيها لو قلنا we nukat rice. هقول ايه we nukat rice? هقول ايه في unit one. we grow. هنا بقول grow rice. انما بالنسبة للشيكن او اي فانا باستخدم الفعل raise بمعنى keep raise chicken. يعني keep chicken بالربي الدجاج. عندي بعد كده بيقولي find circle زي الرأي the word. مديني صورة ومديني حروف جنبها. هبدأ ادور على اسم الصورة اللي عندي. هحدد الحروف ايه هي? وبكتب الكلمة في الجزء ده. هلاقي الصورة اللي عندي تشيز. ايبا هاخد دائرة على اسي اتش اي اي اسي اي. واكتبها هنا. number two. number two. number two. الناس تركز والتابع. number two. number two. نعم. واني ناخد ده النهار ده? ما هو يا حبيبتة مالا احنا بنعمل دلوقتي. ها? number two. ايوة. اقول انت هتبعد ده مجمعش انه حاشينه يبقى محلو? حاضر هبعته لكم اتبعوه. حاضر. وزي ما قلت هزود انتحنات تانية غير اللي موجودة في الكتاب. ها? مديني الصورة التانية. فلاحز هنا صورة ميت. يبقى باجي عند الام والاي 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 والتي. اخد عليهم دايرة وبكتبها هنا. number three. هلاقي عندي كلمة lemon. بناخد الحروف بتاعتها اللي هي L-E-M-O-N وبنكتبها هنا. اخر كلمة عندي او اخر صورة بتديني صورة fish وبنكتبها هنا. ده بالنسبة للكلمات اللي عندي من الحروف. بنركز بقت في الحدت اللي عايزة شغل شوية. لما قلت في using the words in the box. اكمل الفراغات بكلمة من الكلمات اللي موجودة قدامي. مديني هنا which and ready and grow and raise and look. نركز شوية عشان نشوف هنكمل ازاي يا جود. لما قلت طبعا كانت عندي في المحادسة الاولى. lunch is ready. lunch is ready. جاهز. I made some special food for us. mom. it not delicious. قلنا طبعا مع هي وشو ات بستخدم الفعل. الاخره اس. يبقى انا هقول له هنا. it looks. it looks delicious. it looks delicious. نوعة food comes from our country. قلنا طبعا اسمها which food? which food? which food? I think we not rice. قلنا طبعا مع rice? هستخدم الفعل grow rice. grow rice. ده بالنسبة للسؤال الاول. السؤال بعد كده number five. بيقول لي read and match. اقرأ. ووصل. what meal are they having? what meal are they having? what meal are they having? وجود are and having هنا عايزنا ابدأ واقول له they are having. they are having. يبقى ازا انا بجيب الاجابة من خلال السؤال اللي موجود قدامي. what meal are they having? الوجبة اللي هما بيتناولوها. هقول له they are having breakfast. they are having breakfast. question number two. what's your favorite food? what's your favorite? لما اقول لك ما هو المفضل? بالنسبة للطعام? بالنسبة للسفورت? بالنسبة do you think you not? do you think you not? الجملة اولها do. يبقى ازا اخرها question mark. تمام? يبقى do you think you are healthy? هل تعتقد انك صحي? number four. who never drinks? اسمها درينكس ايه? وعنده اولها سؤال. يبقى بقول who never drinks cola. الصوت. اقفل الصوت عندك. كلنا نقفل الصوت. كلنا نقفل الصوت. just listen and understand. اسمع وفهم. مديني بعد كده look and write a sentence under each picture. انظر واكتب جملة تحت كل صورة. طيب اذا انا انا جايب لصورة فارمر فلاح. يبقى ادر اقول this is a farmer. ادر اقول هنا this is a farmer. دي جملة. وحتى انا عايز يقول he is a farmer. ما فيش مشكلة. وحتى انا عايز يقول لي my father is a farmer. ما فيش اي مشكلة. وحتى انا عايز يقول لي farmers grow rice in Egypt. جميل جدا. الصورة التانية. جايب لي طبق رز قدامه اهو. يبقى قدر اقول I like rice. I like rice. انا بحب الرز. It's rice. Rice is delicious. يبقى عندي اكتر من طريقة لكتابة جملة على الصورة. شوية التركيز علشان جزئية القدوان اوت. الكلمة المختلفة. ويا ريت نجاهز نفسنا من دلوقتي اننا نتعلم طريقة جديدة كمان بالنسبة للقدوان. علشان لما تقابلني بعد كده. اقدر اجيب لك السؤال ده بعد كده واقول لك سيركل زود وان اوت. معناها سيركلها وبدلها. يعني ايه يا سير? يعني انت مطلوب منك السنة الجاية ان شاء الله انك تقول لي مين في دولة المختلفة? وبعد كده تديني كلمة صحيحة بدل المختلفة دهيت. تمام? تاني. المفروض في سنة خمسة هيبدأ يقول لي اديني الكلمة المختلفة. وكمان اديني الكلمة الصحي اللي ممكن تيجي مكانها. يعني ايه? لما اجي اقول ايت درينك صلد يوز. هلاقي ان انا عندي فعل يأكل. وفعل تاني يشرب. وفعل تالت يستخدم. وعندي كلمة صلد ده اسم بمعنى صلطة. يبقى انا هقول له القد هنا اسمها صلد. ده المطلوب مني السنة دي في سنة رابعة. ان انا بشاور عالكلمة المختلفة. ولكن عايزك تبقى متدرب من دلوقتي على اي جزئية تانية جديدة. فلو بيقول لي ربلس ات تبدلها. يعني مطلوب مني اكتب كلمة زي ايت. او زي درينك. او زي يوز. يعني اكتب لي فعل مكان الكلمة القد دهيت. المختلفة دهيت. يبقى لما يقول لي ايت ودرينك ويوز. ممكن اقول له رن. ممكن اقول له ريد. اي فعل تاني زي الافعال اللي موجودة قدامي. نمبر تو. لما يقول نوز وارم وقير وغوت. على? ده جزء في الجسم وجزء في الجسم وجزء في الجسم. انما ده ماعز حيوان. يبقى هقول له جوت هي اللي اود. واكتب مكانها اي جزء في الجسم. واللي يكون مسلا عندي اي. او فوت. او لج. نمبر سري. ديافرام. موث. بريز. نوز. هلاقي عندي اسم. اللي هو الحجاب الحاجز. اسم اللي هو الفم. واسم. انف. انما بريز ده فعل. فعل. وقلنا من اول السنة لازم افرق ما بين كلمة اسم وفعل. فهقول له بريز هي الاود. هي الكلمة المختلفة عندي. بريز. واكتب مكانها اي جزء في الجسم. وليكن هد. مثلا. او هاند. مجموعة تانية. بديني ساد. هاني. هابي. لارج. يبقى ساد دي صفة بمعنة حزين. هابي سعيد. لارج ضخم او كبير. ازان الكلمة القض اللي عندي هي كلمة هاني. عسل. هكتب مكانها جود. او باد. او كي? مجموعة الصيف او خمسة. كوكيز كيك ابارتمنت هاني. انا عندي كوكيز بس كويت. وكيك. كيك او تورتة. ابارتمنت شقة. وهاني عسل. يبقى هقول له ابارتمنت هي اللي اود. واكتب مكانها اي حاجة بتتاكل ويداكل مسلا بيسكيتز او تشوكلت. ده بالنسبة لل اود في الوحدة الاولى. تعال انركز في جزئية القطعة. بديني هنا قطعة من القطعة اللي كانت عدت علينا. ولما يجيب لي في امتحاني برضو كمان اسبوع ولا حاجة. طبعا هيجيب لي قطعة من القطعة اللي موجودة عندي في الكتاب. ما بيجيب ليش قطعة من برا الكتاب. يعني قطعة احنا قريناها وحلناها اكتر من مرة. لما قول فيشار من كاتش ساوزنز اوف فيش انزا سي. كاوز جوتس اند شيب ليف ان دومياتا. دومياتي تشيز از فيري فيماس. لايف از جود ان دومياتا. النقطة الاولة. للي فيشار من كاتش تينز اوف فيش انزا سي. اطلع فوق اقارن الجملة اللي مدهاني هنا بالكلام اللي هو كاتبهولي فوق. هشوف الكلام ده نفسه. هقول له الصح او ترو. لو الكلام مختلف يبقى فولس. لما اقول فيشار من كاتش تينز بيستادوا عشرات الاسماك. ده انت فوق ايه اللي ساوزند مش تينز. يبقى ايزا الجملة الاولى فولس. خطأ. نمبر تو. لايف اس جود اندومياتا. اهيت. لو رجعنا للقطعة. لايف اس جود اندومياتا. الكلام ده مزبوط. يبقى true. صح. نمبر ثري. دومياتي تشيز اس فيري فيماس. اطلع فوق اهوت. دومياتي تشيز اس فيري فيماس. الكلام ده مزبوط. يبقى true. باجي تحت الاختيارات. فيشار من كاتش ساوزندز اوف فيش انزا. موجودة عندي بالنص فوق اهيت انزا سي. يبقى اقول له هنا اعلم في كلمة سي. دومياتي ايه? is very famous. is very famous اسمها دومياتي تشيز. يبقى هاخد هنا او اعلم على كلمة تشيز. ده بالنسبة للقطعة. بعد كده بيدربني اكتر على جزئية البانكتواشن. او البانكتواشن. جزئية الترقيم. لما اقول هنا what is bridge food? what is bridge food? وبيقول له اعمل لها بنكتواشن. ده فانه? ان بداية الجملة بابداها كابيتل. يبقى هكتب الدابل وكابيتل. عند بريتش جنسية او لغة. يبقى انا بعتبرها كابيتل. هي موجودة اساسا كابيتل. هعيتها تاني كابيتل. الجملة اللي اولها واطه يبقى اخرها كوستشن مارك. جملة تانية زي would you like اثلاب داك? would you like اثلاب داك? would هنا سؤال. يبقى الدابل وكابيتل. وفي نهاية الجملة بنحط كوستشن مارك. I like science. ايوا. اه رحمة التالي هو بس معلش انا سيت الواجب اللي انت بتندوز الحاسة ممكن تقوله number three. number three. I like science and maths. يبقى هقوله الاي كابيتل ونهاية الجملة بنحط الفلسطوب. طب يا سير هنكبر science وماز. مين اللي قال كده? مين اللي قال انها بتكبر كلمات المواد الدراسية? اللي بيكبر مش مادة دراسية اللي بنكبره عندنا حاجة اسمها لغات. زي الانجليش او الارابيك. ده اللي بكبره. انما science وماز لا. يبقى الاي كابيتل بداية الجملة. وكلمة I في اي مكان في الجملة كابيتل. اللي بمعنى انا. وانهاية الجملة بما انها بتبدأ بI يبقى اخرها الفلسطوب. النقطة. they played well. but they didn't win the match. لعبوا كويس. ولكنهم لم يفوزوا بالماتش. يبقى هقوله T كابيتل بداية الجملة. وانهاية الجملة بما انها بتبدأ بI او he او she او they. يبقى اخرها فلسطوب. بعد كده بروح لتستاني. ده طبعا خاص بيونت تو. يبقى احنا رجعنا في الجزء اللي فات. الجزء الخاص بيونت وان. يونت تو. اخدنا طبعا اللي هي الانيمالز. او ديزارت او 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 مديني مجموية كلمات عشان اراجحها زي كامل. هقول له صورة كاملة هي التبادية نمبر وان. كروكوديل يبقى هقول له نمبر تو. ايجل يبقى نمبر سري. سنيك هقول له نمبر فور. سبيدر يبقى نمبر فايف. جزئية الاختياري. بقول ايجلز ار هي الايجلز دية بنصنفها على انها انايمالز ولا كالرز ولا بيردز. لا اسمها بيردز. طيور. اكمل الزان. جزئية مقارنة الصفات يا حلوين. اي ار زان. اي ار زان. اي ار زان. يبقى انا هقول له بيجر زان. ان ايجل از هيفير. اداني هنا هيفير. مديني الاي ار. يبقى انا هقول له زان. زان. وينجز هل ببيردز تو. هي وظيفة الجناح او الاجنحة. بالنسبة للطائر. بتساعده طبعا انه. ده بالنسبة لللي تشوز. تعال هتركز في اللي جايب. مديني الصورة زي ما احنا شايفين كده. للكامل او الانت. وهنا بيقول لي اختار. يلا طلع لك كلمة. هندور على كلمة كامل. مش هلاقي كامل موجود. ولكن انا عندي عندي الصوت. عشان زماينا. عندي عاي الصفة. الصفة مقارنة الكامل بالانت. عشان اقول له الصفة اللي عندي بتديني كلمة بيج. يبقى بي اي جي. بي اي جي. وباكتبها هنا بيج. الصورة التانية مديني رابط. هدور على حروف كلمة رابط. عشان اقول له ار اي بي بي اي تي. واكتبها. بعد كده بيشاور على البيك. هقول له بيك. بي اي اي كي. واكتب هنا منقار او بيك. بعد كده مديني فوكس. يبقى اقول له اف او اكس. ونكتبها في النقط. نروح للاسئلة المهمة. او التقيلة شوية. مديني اي توا بقى باوت وبعطوا الجوب ودرينك. عشان اكمل المحادسة اللي موجودة قدامي. بقول لوات نقط. زا سنيك اند زا كروكوديل. اللي دي ار دين رس ار انت دي. اي بعناوت اسمها وات ايه حلوين. وتباوت. وتباوت. ماذا عن. وتباوت. ماذا عن. كذا وكذا. yes that's true. كلام ده صح مظبوط. نقط they do a very important job. طبعا النقط اتفقنا هنا. بعد الكوم هقول له but. ولكن. but they do a very important job. ولكن وظيفتهم مهمة. زي انسكس. هما بيعملوا ايه في الانسكس والبيردز والليزرز. هقول له زي ايت. بيأكلوا. ايجلز. دو زا سيم ايجلز. دو زا سيم جوب. دو زا سيم جوب. بيأقوم بنفس الوظيفة. جوز ايت الماتش. بقول ذا بيليكن ايتس. هو البيليكن بيأكل اي من دول. مول تس. هكتب هنا هوات نمبر اي. او لتر اي. الحرف اي. والضزا فيرب. والضزا فيرب. الا. ده بيقول لي وات. يبقى انا عاوز الاجابة اللي اخرها كويسشن مارك. اخرها كويسشن مارك. يبقى والضزا فيرب كنترول مين. بالمناسبة. هي كنترول يعني ايه? يتحكم. يتحكم او يسايتر. يتحكم في او يسايتر. يبقى الاجابة دي. هكتب هنا دي. زا كروكوضايل ازا سكيري. هو كروكوضايل ده سكيري ايه? قلنا سكيري انامال. مخيف. نمبر ايه? نمبر ايه? it's cold in. الجو بيكون cold. بارد. ان وينتر. الاجابة بي. ده بالنسبة للماتش. يقول لي write a sentence. اكتب جملة. اكتب جملة. واحد ده يقول لي I can see an eagle. صح. this is an eagle. صح. اخرس. it's an eagle. صح. the eagle is flying. صح. the eagle is flying away. صح. the eagle is in the sky. صح. يبقى اذا عندي اكتر من جملة. الجملة السهلة والبسيطة بكتبها. طب يا سير انا عاوز اكتب في الامتحان جملتين او تلاتة. اتفضل اكتبهم مع بعض. بس ابدأ وانهي بالفلسطوب. عشان تبقى جملتك صحة. ابدأ حطيلي في نهاية الجملة. واحد في الصورة التانية هيقول لي I can see a camel. صح. this is a camel. صح. it's a camel. صح. the camel lives in the desert. صح. the camel doesn't want a lot or need a lot of water. صح. يبقى اذا عندي اكتر من جملة برضو اقدر اعبر بيها عن الصورة اللي موجودة قدام. السؤال اللي بعد كده circles the odd one out. كلمة odd. مديني I. we nose. we drink. we ears. هقول له ده جسم. درينك. في الجسم. في الجسم. يبقى باقول له درينك هي اللي قد. كامل. فوكس. جازل. ايجل. الا. ده مديني حيوان وحيوان وحيوان. ومديني طائر. اه. يبقى اذا ايجل هي اللي قد. ايجل هي اللي قد. angry strong. sox intelligent. الا. مديني غضبان. وقوي. وانتليجنت يعني يا حلوين. زاكي. 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 هو مين اللي الحيوان اللي كان intelligent عندنا? دولفن. دولفن. ايوة كده برافو. يبقى هقول له كلمة ايه? سوكس. سوكس. فيت. ووك. ران. جو. فعل. 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 اسم. يبقى مين القد عندي? فيت. هي فيت مفرد ولا جامع? جامع. مفرد. جامع. مفرد. عايز عايز اعرف الاستاذ اللي بيقول مفرد. مين? مين اللي بيقول مفرد? انطع. قلنا فيت هي جامع كلمة فوت. يعني جامع. ايوة جامع شاز. مش شرط يكون فيها اس. يبقى فيت بمعنى اقدام. بهم. اروح بعدي كده للقطعة. شفناها وشرحناها الخاصة بي. الناك ديمورات. الناك ديمورات ليفزي ان اسطرنا افريكا. ات هاز بكتيس. الفيتيس. ندي نهير. ات كانت كونترول ات سيباطي تمبريتشل. يعني تمبريتشار حرارة درجة الحرارة because it has no hair لأن ما عندوش coat أو فير أو hair شعر زنك دي مورات lives in Eastern Cairo بيعيش شرق القاهرة غلط طبعا غلط احنا قلنا Eastern Africa مش كايرو زنك دي مورات has big teeth and hair طبعا قنا no hair مش hair number three it can control its body temperature بيتحكم في درجة حرارة جسمه قنا طبعا مكتوب عندي مكتوبة كانت مش كان يبقى خلي بالي من حرف واحد لغبط للجملة حرف واحد بواز للجملة نركز واحنا بنحل يبقى بقوله فولس زنك دي مول lives in Eastern Africa هنا اسمه نك دي مول اسمه رات بنعلم عند رات زنك دي مورات has big and they know hair and big teeth بالمناسبة هي تيس مفرد ولا جام جامع جامع طبعا جامع كلمة جامع كلمة tooth جامع كلمة tooth يبقى tooth teeth وفوت feet بنك تويشن كاملز are amazing animals هاقول له كاملز يبقى سي كابتال ونهاية الجملة بنحط الفلسطوب هورسز ان ار فاستر زن كاملز يبقى قوله الاتشي كابتال ونهاية الجملة الفلسطوب نقطة how long does it live احمد عوف how long does it live اه ناية الشي كابتال ايوة وابوطرف قول بالعربي قول بالعربي اه الاتشي كابتال وكوستشن مارك عندي هاوي يا استاذ احمد هاوي يا شباب يبقى كوستشن مارك علامة استفهام جملة اللي بعدها يوسف يوسف لا يا حبيبي ايه لا هيكبرها ايه لا هيكبرها هتكبرها ليه ليه هي اسم شخص اسم بلد لا خلاص يبقى زي ما هي سمول يوسف بلتاجي how tall is it اه ايشي كابتال ايوة اه وكوستشن مارك طالما عندي هاوي يبقى كوستشن مارك امتحان تاني والركز والنبي في الامتحان دا عشان هو دا الشكل الاخير لامتحاناتكم دا الشكل الاخير لامتحاناتكم شوية تركيز بقى شوية تركيز السؤال الاول بيقول لي سيركل زو اود او دا ويرد ويزا شورت فاول سيركل دا ويرد والشورت فاول دا يرى عالكلمة الشورت يعني ايه شورت فاول ياسير اخدناها في اول الوحدة الاولى لما كنا بنقول لما يبقى عندي لما يبقى عندي فاول واحد فاول واحد وبنطقه بسرعة وبنطقه بسرعة ما بمدش فيه ما عنديش مادة لا بالالف ولا باليا ولا بالواو دا يدوب بس كده اه فتحة او كسرة او ضم تمام فلما اجا اقول لك اسمع وخد دايرة عالكلمة الشورت هقول لك بير تن بير تن من الشورت يا كريم تن يبقى دايرة على تن نمبر تو جودي ايمن هول هوت هول هوت جودي ايمن ضي يا جودي 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 معوض بايج بيج 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 هي الشورت نمبر فور فان فان ترو اللي فاتح عنده اللي فاتح عنده الصوت يقفله محمد بواردة فان ترو فان فان طبعا هي اللي شورت حاجة تانية لما شرحنا الجزء دا قلت لك خلي بالك الكلمة اللي اخرها ايه تبقى هي اللي لونج وانا مش حاوز لونج اهو اللي بيقول لي خد الشورتة خد الشورتة اجموعة تانية feeling the gap اكمل الفراغات it's cold in winter 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 the fox thick 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 fear 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 the crocodile is scary 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 بعد امو ازوار صفة بعد امو ازوار صفة they scary مخيف the fox lives in the desert the fox lives in the desert desert نركز في السؤال التالت اللي بيقول لي في read right true or false قول لي الكلام ده صح او غلط على حسب الصورة اللي موجودة قدامي واي التركيز زي ما قلت ده اهم اللي بتكلم اللي بتكلم اقفل الصوت عندك اهم امتحان في الامتحانات اللي شفناها كلها هو ده بديني طبعا صورة الكامل وبيبدأ يقول لي قول لي true ولا false it's a lion هقول له لا الكلام ده false نعلم علامة صح false او اكتب false تحتها it's a camel ايوه هقول له yes ايوه ده جمل true it's a big it's a big اه it's a big عرفنا عن الكامل انه big it's small لا الكلام ده غلط ازاي big بقى وsmall يبقى small بقى false يبقى السؤال التالت عندي بيقول لي ضع علامة صح او خطأ اروح للرابع اللي هو الودوان او read and circle the odd one الناس لسه بتغلط ومش عارفة بتعملين في السؤال ده نركز شوية الودوان يعني ببص على الكلمات الاربعة اللي جنب بعد واقول مين فيهم مختلفة bigger smaller shorter pelican pelican هي اللي قد والباق اجزاء جسم camel rabbit eyes gazzle eyes هي اللي قد beak wing eagle fear eagle هي الودوان الباق اجزاء في الجسم اروح بعد كده للي choose اختر الاجابة الصحيحة two is to make the numbers of animals fewer is to control يتحكم في أو يسيطر على to control to control birds have two البرز عندها two wings the fox lives in there the fox lives in there the lion is there the lion is stronger 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 زان بعد كده بقول هنا نركز بات في الأسئلة اللي جاي أنا قلت ده أهم امتحان مديني أربع صور وبيديني أسئلة سؤال تحت كل صورة المطلوب مني المطلوب مني أجاوب على السؤال ده فلما يقول لي هنا what is this what is this هقول له it is a crocodile ونحط ونحط الفلسطوب it is a crocodile اتفقنا قبل كده اني this بحولها it this بحولها it إبقى it is اللي هي it's a crocodile ينفع ينفع اتس crocodile لا لازم اقول له it's a crocodile وحط الفلسطوب is it a snake is it a snake انا نشاك قدامي في الصورة snake يبقى هقول له yes وعمل كما وقول له it is yes it is yes it is بس يس أنا هكتب yes it is a snake لا قل yes it is بس أو no it isn't شكرا does it live in the desert oh yes 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 it does yes it does yes it what can you see what can you see i can see a mouse or a rat i can see a mouse say right four sentence sentence اكتب لي paragraph او اكتب اربع جمل عن الصورة اللي قدامك سواء جايب لي respiratory system او digestive system او جايب لي camel او جايب» قendar اب management عرفنا قبل كده في الكتابة مطلوب مني أعرف الصورة الأول أقول هو إيه اللي في الصورة هو أنا شايف إيه في الصورة تمام وبعد كده وبعد كده ببدأ أتكلم عن وصف الصورة الصفات اللي أنا عارفها أو الفاكتس اللي أنا عارفها إبقى أقدر أقول في الجملة الأولى This is a camel أو I can see a camel طيب وبعده هقول It's very big It has four legs ومال It has humps ومال أقدر أقول It lives in the desert جميل It doesn't need a lot of water ومال It can live without water for a long time جميل It's cream أو It's white yellow تمام أوكي يا شباب أوكي They are strong They are strong Aren't they عايز حد يعمل لبنكتوشها للجملة دي They are strong Aren't they أنا يسأل أنا يسأل أنا يسأل They are strong aren't they أنا يسأل 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 انا اعمل النقطة. النقطة. انت اللي هجبها للنقطة دي. ماشي يا محمد التاع. سرين فاول. قول يا ابني. قول يا ابني. سؤال مزيل. سؤال مزيل يعني نهاية الجملة دي تبقى ايه? ممكن انا يا سر? ايوة صحة ما انت قلت صحة هو. يبقى علامة استفهام. استفهام. علامة استفهام. تمام? ايبا هبدأ وننهي بالكويسشن مارك لان في سؤال جالي في دي الجملة. مايتحكش علي. في سؤال جالي في دي الجملة نحط الكويسشن ماركا. ها? الامتحانات دي كويسة ولا صعبة? كويسة. جميل استفادنا منها حاجة يعني? استفدنا منها? اه. طيب تمام. هبعدها لكم دلوقتي في الجروب عشان الناس اللي مش معها اول امتحنين. تمام? تمام مرسي. هل اعطوا من الرسل؟ لا.